بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الكلاس إن شاء الله رح نستعرض Solving Quadratic Equations by Taking Square Roots المطلوب هنا هو حل المعادلات من الدرجة الثانية بأخذ اللي هو الجذر من الدرجة الثانية presented by Dr. أحمد غني بداية خلينا نقول لما يكون عندي على سبيل المثال هذه المعادلة X تربيع يساوي 25 أكيد لما يكون عندي هذه المعادلة لو أبغى أوجد قيمة X رح أخذ جذر الطرفين فأنا عندي جذر X تربيع أكيد بساوي القيمة المطلقة للX وجذر 25 رح يعطيني 5 يبقى في هذه الحالة رح أقسم معادلتي إلى جزئين إما X بساوي 5 بشيل القيمة المطلقة تماما وإما X بساوي سالب 5 أكتب سالب قبل القيمة المطلقة أو قبل انتزاع القيمة المطلقة حقة الـ X فيصبح لدي X بساوي سالب 5 أو لما أنا مباشرة يكون عندي X تربيع مثلا يساوي 25 رح أخذ جذر الطرفين بالأخذ بعين الاعتبار أنه الطرف الثاني أعطيه موجب أو سالب يعني جذر الـ X تربيع رح أكتب X لكن هنا موجب أو سالب جذر الـ 25 رح يساوي 5 يبقى أكيد المعادلة من هذا النوع لها حلين إيش يعني القيم اللي إحنا أوجدناها؟ معناته الخمسة إذا ربعتها رح يعطيني 25 كذلك السالب 5 إذا ربعتها رح يعطيني 25 هذا الكلام رح نستثمره في حل معادلة من الدرجة الثانية باستخدام اللي هو أخذ الجذر من الدرجة الثانية زي ما شفنا في هذا السؤال خلينا ننتقل مباشرة إلى مجموعة من القوانين الخاصة بالـ Square Root Procedure زي ما قلنا هنا إذا واجهنا X تربيع يساوي عدد معناها أنه X رح تساوي موجب أو سالب جذر هذا العدد يعني X تربيع يساوي 9 رح أقول X بتساوي موجب أو سالب جذر التسعة ألا وهو 3 X تربيع بساوي 7 رح أقول X رح تساوي موجب أو سالب جذر السبعة ما عندي قيمة إلوه يبقى موجب أو سالب جذر السبعة X تربيع يساوي سالب 4 يعني x راح تساوي موجب او سالب جذر السالب اربعة طيب السالب هذا بيخرج برا الجذر i وجذر الاربعة بيساوي اثنين يبقى ال x راح تساوي موجب او سالب اثنين i كده بنكون اوجدنا اللي هو قيمة ال x حتى لو كان العدد اللي موجود على اليمين اللي هو بالسالب اكيد راح ينتج لدي اللي هو complex numbers طيب خلينا نحل هذا السؤال اللي هو باستخدام square root procedure سما square root لانه انا في النهاية بلجأ لاخذ الجذر لايجاد قيمة ال x طيب ايش اتفقنا لازم يكون عندي على طرف يعني احنا عنا المعادلة طرفين عشان انا استغل موضوع الجذر للطرفين لازم يكون عندي هنا شيء له علاقة بال x والطرف الثاني طبعا له علاقة بال x يكون مربع والطرف الثاني راح يكون عبارة عن عدد فقط سميناه constant c في هذه الحالة انا راح ألجأ لهذه الطريقة طيب خلينا نشوف السؤال الاول 3x تربيع زائد 12 ساوي صفر هل هذا مكتوب بالطريقة اللي احنا اتفقنا عليها؟ قلنا لازم يكون في عندي هنا شيء له علاقة بال x تربيع وبالتالي هذه المعادلة المفروض انه انا احولها على الطرف اليسار على سبيل المثال فقط x تربيع وعالطرف اليمين يكون عبارة عن عدد وبالتالي اول شيء 3x تربيع راح اتركها لحال وانقل ال 12 على الطرف الثاني بالسالب راح يكون سالب 12 بعد كده اقسم الطرفين على الثلاثة للتخلص من معامل ال x تربيع فرح يكون عندي x تربيع ساوي سالب 12 على 3 راح يعطيني سالب 4 كده انا وصلت المعادلة حقتي انه تصبح جاهزة بهذا الشكل تربيع له علاقة بال x على الطرف اليسار وعدد على الطرف اليمين الآن زي ما اتفقنا قيمة ال x يعني راح ااخد جذر الطرفين قيمة ال x راح تساوي موجب او سالب جذر هذا الكلام جذر سالب 4 احنا شفنا انه موجب او سالب جذر سالب 4 السالب راح يخرج i وجذر ال 4 بساوي 2 يعني عندي هنا موجب او سالب 2i يبقى هذا هو حل المعادلة اللي موجودة عندي ما ننسى انه الحل هو عبارة عن x بساوي 2i بالموجب و x بساوي سالب 2i اللي هي 2i بالسالب طيب ننتقل الى هذه المعادلة عندي x زائد 1 الكل تربيع يساوي 48 الامر جاهز تماما عندي تربيع له علاقة بال x على الطرف اليسار و عندي عدد على الطرف اليمين وبالتالي ما علي الان الا انزع التربيع تماما من هنا x زائد 1 واكتب يساوي موجب او سالب جذر الطرف هذا اللي هو 48 طيب الان اللي موجود عندي هنا هذا الرقم هو عبارة عن 16 في 3 هذا الرقم 16 في 3 يعني عندي هنا موجب او سالب جذر 16 ضرب 3 طيب 16 رح تخرج خارج الجذر 4 وبالتالي x زائد 1 رح يساوي موجب او سالب 4 جذر 3 الان انا ابغى x ولا ابغى x زائد 1 اكيد انا ابغى x وبالتالي رح نكتب x يساوي الواحد هذا رح انقله هنا الواحد رح يحصبح سالب 1 واجمع عليه موجب او سالب 4 جذر 3 يبقى كده انا وصلت لقيمتي x لما اكتبهم اكيد مرة رح اخذ بالموجب والمرة الاخرى رح اخذ بالسالب فرح يصبح عندي قيم ال x التي تحقق المعادلة الاساسية هي x يساوي سالب 1 موجب 4 جذر 3 و x يساوي سالب 1 سالب 4 جذر 3 كده منكون وصلنا الى حلي المعادلة التربيعية اللي كانت على جهة عبارة عن شيء تربيع له علاقة بال x وعلى الجهة الاخرى رقم زي ما شفنا في الحالتين اخذنا جذر الطرفين كده منكون طبقنا قاعدة square root procedure وكده كذلك منكون وصلنا الى نهاية هذا الكلاس بتمنى لكم دائما كل التوفيق يعطيكم الف عافية وبارك الله فيكم على المتابعة